اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال تعالى ولذكر الله اكبر وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الآيات في الحث على ذكر الله لا تعد ولا تحصى بل لا تكاد تجد عندما تقلب صفحة من صفحات كتاب الله إلا والله تعالى يحضك على ذكره سبحانه وتعالى بل لو نظرت وتحققت وتأملت لتجدن أن المقصود من الطاعات كلها هو ذكر الله قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أما ثواب الذكر وثواب الذاكرين فلقد ينتهي بك الأمر أن تجزم ألا شيء أعظم من ذكر الله فلقد ينتهي بك الأمر أن تعرف أنه لا شيء يعادل لا شيء يعدل بذكر الله تبارك وتعالى وفي الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله وسأله رجل من الصحابة الكرام أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به أتمسك به وكأنه يقول إن الطرق الموصلة إلى رضوان الله كثيرة لكن دلني على واحد منها أتمسك به وأجعل جل وقت فيه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا إله إلا الله ذكر الله وصية أبينا إبراهيم عليه السلام حين لقي ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم في السماوات العلا ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام قال أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إخوتي الكرام الذكر خصاله لا يعد ولا يحصى وأفضل الذكر وأتمه وأعظمه هو تلاوة القرآن فتلاوة القرآن أعظم الذكر تقرأ القرآن لأنه كلام الله عز وجل ولأنه ذكر لله سبحانه وتعالى وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم فقراء وكان فيهم أغنياء وكان فيما بينهم تنافس لكن تنافسهم لم يكن للدنيا ولا على الدنيا وإنما كان في الثواب والأجور اشتكى الفقراء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام اشتكوا من من؟ من الأغنياء وما شكواهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من مال يزكون ويحجون ويجاهدون فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولا يلحقكم من بعدكم إلا من صنع مثل ما صنعتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين ففعلوا ذلك فسمع الأغنياء بما قالوا فقالوا مثله فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأنت لا شك لا تريد الخيبة ولا الحزن ولا الهم أن يأتيك في دنياك فإن أردت ذلك فالطريق إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لك يصيك ويصي أمته جميعا معقبات لا يخيب قائلهن اجعلها بين قوسين لا يخيب قائلهن لا يخيب فاعلهن معقبات لا يخيب قائلهن دبورخ كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحا وثلاثا وثلاثين تحميدا و أربعا وثلاثين تكبيرا كم تأخذ من وقتك صليت و الصلاة فرض و أنت كل يوم تصلي و لكن لا تلهو أن بعد الصلاة و لا تنشغلن بشيء حتى تقولها تكملها ثلاثا و ثلاثين سبحان الله ثلاثا و ثلاثين الحمد لله ثلاثا و ثلاثين أو أربعا و ثلاثين الله أكبر عدها كمن يعد الدرر و اللآل بيده و أنا أقول هذا و والله و أنا أستحضر شيب كان يصلي رجلا كبير السن كان يصلي معنا في المسجد فإذا انتهينا من الصلاة أراه يسبح هكذا و لعل الشاشة أمامي تبين هكذا سبحان الله 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 و كأنه يضارد و يحاسبك شيئا يتفلت منه من الدرر و الآل و الله لما كنت أنظر إليه أتعجب من من حالته حين ذكره نعم و حق له ذلك لأنه يعرف قيمة هذه الكلمات التي هي منحة من الله تبارك و تعالى لعباده فلنذكر الله بالاهتمام نذكره بالاهتمام و ليس بالغفلة و النشيان و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحابة أجمعين و الحمد لله رب العالمين تلك أعمال حسان توصل العبد المعالي سلعة الله